السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتراك في القناة يا جماعة يشرفني ويشترك بس قبل ما اتكلم عن رؤية العرسة كل سنة وانتوا طيبين وبلغكم رمضان على خير يا رب العالمين ويا رب يا رب يدوم عليكم الصحة والسعادة والهنى والرزق يا رب العالمين ويرزقكم يرزقنا من حيث لا نحتسب ويدوم عليكم الفرح والهنى يا رب العالمين رؤية العرسة يا جماعة من اسوأ الرؤى رؤية العرسة لو الستة شافتها في بيتها تعرف على طول ان دي واحدة مش كويسة دخلت بيتها في مشاكل في حاجة وحشة هتخش عليها دي لو شافتها في المنام طيب لو شفتيها وقفة في المطبخ عرفي على طول ان انت في مشاكل مادية لان المطبخ دلل على الرزق لان احنا بنأكل فيه ومنعمل اكلنا فيه فده دلل على ان انت داخلة او حضرتك داخل يعني لو رجل برضو شاف المنام داخل على مشكلة مادية او قلة فلوس او دين تمام طيب دخول العرسة في البيت يا جماعة دلل على الحسد الحسد بطريقة يعني تبقى ستة تحسد عندها تجيب الارض اللي احنا في بعض يقولك ستة ده عاملة زي العرسة كده بتاكل وتنكر فالعرس يا جماعة رؤيتها غير محمودة بالمرة طيب لو واحد شافها في المنام ان هي في مكان عمله او في شغله وشاف عرسة دخلة عليه او او تحت رجليه او اعرف على طول ان في حد حقود يعني هيفصلك في شغلك هيعملك هيئذيك في شغلك شخص حقود او ناس حقودة تمام لان برضو جدل العرسة دلل على الحجد والغلة تمام والله اعلى واعلم طيب لو بنت عزباء وشافت العرسة دي اعرف يا حبيبتي ان في شخص او حد هيجيبلك عريس او واحدة اتأذيكي اعرف على طول ان ده تصرف نظر على الموضوع ده اصلا لان العرسة يدل على الحسد يدل على المشاكل يدل على خراب البيت يدل على حاجات كتير رؤية العرس رؤيتها غير محمودة تمام يا جماعة لانا جات لكتير في التعليقات فرؤى العرس مش من رؤى المستحبة خالص شفتها في بيتك دل على الحسد دل على واحد يعني مكارة حقودة بتحكد عليكي مستحبكي بس قدامك بوشي ونوراك بوشي بتخرب عليكي ستة يعني ممكن تشوفيها كده بتتلون كده عرسة فدي بتوحيلك ان انت محاطة باشخاص حقودة او واحدة حقودة واحدة من نفسنا يعني حاجة وحشة جدا فيا ربنا يا رب ما يوراها لكم في الحلم دي رؤية العرس رؤيتها يا حسد يا مشاكل مادية يا لقدر الله يعني لقرب يعني قطع ارزاق في شغل جوزك او شغله او شغل حضرتك فرؤى العرس رؤى غير مستحبة طيب لو شفت ان انت بتموتي عرسة او انت بتموتي عرسة فده اعرف ان انت تخلصت من عدو او حقود او واحد بيخرب عليك او مشاكل ان شاء الله وربنا يحش عنك ويصرف عنك او دينه هينسد طيب لو شفت ان انت عرسة وطلعتها برا بيتك واحدة وقطعت علاقتك بيها واحدة سوء وانت فصلت عنها اتخاصمت وقطعتها من بيتك وقطعت وعلاقتك بيها نعائي لو طرتها من بيتك او مشت او طلعتها برا البيت فده الرؤى ان انت طلعتها او ماتت اعرف ان ده فك دين حاجة وحشة وربنا حشة عنك صرفة عنك او حاجة وحشة وصرفة عنك او سد دينه ربنا ان شاء الله فك كربه وهتسد دينك او شغله وانت انفصلت منه هترجع له تاني لو شفت ان هي ماتت العرسة دي او طلعتها برا المكان اللي انت شفت شفت الرؤية فيها والله اعلم واعلم يا جماعة ويريت ما تنسناش باللايك والشير وفعله الجرس ويريت يريت تشتركه في الكنال